السلام عليكم الابنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم جبت لكم حلوة بزاف ابنينا بيدون طهي سهلة مهلة و جيبنينا ابنينا ان شاء الله تنال اعجابكم و لأول خطرة تشوف قناتي ان شاء الله لا تنساش بالاشتراك في القناة و تخليلي لايك و مرحبا بكم و نمشي و نبدي مع الوصفة و طريقة استحضار و نحتاج في المقادير عندي اللي هنا علبة بيسكوي مطحون انا اللي هنا استعملت بيمو تحني هملي حملي حتى يقول لي غبرة علبة واحدة تكفيك اللي هنا عندي زوج غرفية كبعة جوزة نواة كوكو نواة كوكو يأتي في هذه الوصفة اللي هنا عندي نسلة بيض باش نعكر به نواة كوكو و نحتاج زوج مغارف شوكولاتة طلي طالة و عندي زبدة دايبة اللي رايحة نجمع بهم هادك البسكوي اللي هنا نجيب هادك بيمو مطحون و باش نبدأ نلمح بهذيك الشوكولات و هذيك الزبدة دايبة نجيب هادك الزوج مغارفة على الشوكولات هكذا نزيدهم عليه و نزيد عليه الزبدة دايبة و نبدأ اللم حتى حتى نتحصل كي ملع جينة تلصق في اليدين يعني متماسكة و ماشي مفتة اللي هنا نبدأ ندخل في هذيك الشوكولات في البيسكوي غير هكذا بشوية بهذه الطريقة نبدأ نزيد في الزبدة الزبدة دايبة ما تكون شخونة تكون دافية و راني نجمع في هاد البيسكوي و الهنا ننسيت باش نحط مغرفة كبيرة على الكاكاو و زيتها من بعد غير باش تعتني هادك اللون لان يكون شوية فونسي حتى باش ننخليش هاد الاخولة الهناراني نزيد في الزبدة غير بشوية بشوية مهم انا من قشنا اعطيكم مقدار تعال الزبدة شحال سا ديبون على القاتو إلي يشرب بزاف مهم انت يا على حساب ما تشوف فيه صي ولا لك متماسك ثم تحبسي الزبدة رايح نزيد حتى اللمهة كامل ها دي المغرفة الكاكاو باش تعطيني هادك اللون لهذا البيسكوي و نبدأ نكمل نزيد في هادك الزبدة دايبة هاد الحلوة تجيب بزاف شابة وبنينة بمقادر شوفوا ما فيها مقادر بزاف و تجيب نينة بنينا يعني اللي دخها عندي عجباته ها قدراني اللم كاكاو يشوفوا انت تتقور اللي احنا صيئة ها عندي واجده نخليها على جمب و نمشي و نوجدوا هذا نواة كوكو نجيب الحالي بالمركز المحلة ونبدأ نفرغ على نواة كوكو ونلم بهذه الطريقة نبدأ نزيد غير بشوية ونلم حتى هو خصني نتحصل على عجينة متماسكة نبدأ نزيد في النسلي غير بشوية بشوية حتى تلملي هذه الجينة نواة كوكو يعني هذا القطو سهل ماهل توجده ليه توجده في ساعة والأقل وانتي وجدته هكذا يجب عندك ديافة على غفلة وانتي يدتي خافة اللي هنا نقعد نجمع فيها بهذه الطريقة حتى تولي شوفوا اللي هنا هكذا صايرها من جموعات والليلي تهيئ نقعد نتكورها في يدي يعني رأيها متماسكة وتكون تلصق في اليدين أتولي ليه على هذا الشكل اللي هنا تهيئ نخليها على جنب ونجيب أليمينيوم اللي رايحة نصرح فيه هاد هادزوش طبقات كما رايحين تشوفوا معايا نجيب هادك طبقة اللولى تع البيسكويت اللي الميته بالزبدة والشوكولة ونبدأ نحل فيه ندير هاكذا فيلم اللي المنتخ ونبدأ نحل فيه هاكذا بيدي ولا ولا بالوراق يعني اللي تساعدك المهم نأكد لكم على العجينة ما تخليوها تسفتت على خاطر ما رايحة شتروا للكم وتسفتت لكم ديروا ها عجينة كما اللي تخليوها بطساب لالعجينة هاكذا تكون متماسكة مليح مليح اللي هنراني نحل بالوراق حتى نحله كامل بهذا الطريقة هاو ها حليته نخليها على جنب ونعاود نجيب أليمينيوم ونحل هادك نواة كوكو بنفس الطريقة هاكذا حتى هو نحله بالحلال هاكذا تساعدني باش خفا تنحلي مهم نحله بنفس الطريقة اللي حليت بها هاك العجينة تاع البيسكويت وهذا الهنا بعد ما حليته نرفضه ونجيب هادك البيسكويت اللي حليته شوفوا بهذا الطريقة ونحط فوقه يعني هاكذا شوفوا جي سهلا مهلا طريقة سهلا مهلا وخفا يعني مشي نرفض البيسكويت ونحط هاكذا نحط البيسكويت ونحل البيسكويت ونحل غبنك هاكذا طريقة هاكذا السهلة مهلا ونقية هاكذا نحف البيسكويت غير بشوية 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 نحط نحط بشوية ونحط هاكذا في هاكذا في هاكذا في هاكذا ونبدأ نرولي بهذا الطريقة شوفوا نرفض الالمينيوم ونبدأ نرولي غير بشوية ونحي الالمينيوم ونبدأ نرولي يعني طريقة سهلة غير تبعوه نجبض الالمينيوم ونرولي هذا هو الغولي متاعي هذه هي الطريقة السهلة مهلا يعني ما تعدبكم كديروا هذا الالمينيوم تقدروا تجدوا حتى الفيلم فوق الالمينيوم هاكذا باش ما يبدأ يلصق لكم ما يلصق يعني ما يعدب سهل مهلا نكمل نرولي كامل وهذا هو الغولي بعد ما لفيته نزير مليح 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 يبرد مليح نقص مهم هذه هي المرحلة مليح 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 45 دقيقة في الكنجيلاتيغ ونجبته بعد ما خليتها في الكنجيلاتيغ هذا سوف يجبته مليح ونحي هذا كالاليمينيوم ونبدأ نقص بطريقة سهلة يعني ما رايح يعدبك تجعله يجمد يكون حاكم مرحلة عجينة عجينة عطرية هادي هي اللي هنا نحيف لاليمينيوم غير بشوية ونبدأ انقص شوفوا ينقص بكل سهولة مهم السعفو هو صيح هادي الحبان نكمل نقص كامل هالغولي بهذا الطريقة يلا شفتوا ما فيش مقادر بزاف وطريقة الخدمان ساعة سهلة مهلا ما ترفضش الوقت بزاف هادي هي اللي هنا اريحة نكمله كامل نقصه ونضي رفل كيسات ونقدمه وهذه هي وصفة اليوم والحلوة اليوم بيتون طاهي تجيب بزاف بنينة بنواد كوكو وبالبيسكويت شوكولا تجيب هاي لبنينة بنينة بنينة تعجب الكبير والصغير وتحمل لك وجهك يعني تديريها لضيافك بلا ما تحشمي شابه بزاف ان شاء الله وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تخليوا لي لايك ونشكركم على المشاهدة والسلام عليكم شكرا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر